دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا من الشرقاء وعشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا هدير خلينا مشاهدينا نستعرض معاكم جولة سريعة في احوال المرور النهاردة ونبتدي مع شوارع القاهرة والمحفظات عايز بس اقول الناس طبعا ابتدت تنزل وناخد بالنا ان فيه ظهور في طباطق حركة المركبات وكثفات متحركة للمركبات هنلاقيها بشتى انواعها وده بالتزامن مع توجه المواطنين والعمال لاماكن شغلهم وطبعا هنلاقي التولاب راحين المدرس والجماعات وده أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق ووسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الضروة للزحام المروري وده بيبقى على مدار اليوم بالكامل خلينا يلا على طول نبتدي جولتنا مع بعض من القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر ونشوف مع بعض المتجه لمناطق رمسيس وغمرة هنلاقي فيه سيولة مرورية أما اللي حيكمل أعلى كبري في اتجاه العباسية هنلاقي كسفات بسيطة لو بصينا بقى عند مصر الجديدة وتحديدا شارع الخليفة المأمون وتقاطع كبري الأوبة هنلاقي فيه كسفات مرورية ممكن تكمل معانا لغاية منشية الجبل وكبري أبوا فيها ونفضل ماشيين ونوصل لغاية كبري تحية مصر اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة لو بصينا على الكورنيش هنلاقي بعض الكتفات غير المؤثرة إجمالا لو بصينا على المنطقة دي ما عندناش فيها مشاكل لو تبعنا بقى شارع صلاح سالم هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة وحنفضل ماشيين لغاية منوصل لنفك الملك الصالح احنا شايفين كسفات مرورية نسبية في الوقت الحالي ولو كملنا لغاية كبري أرودة برضو هنلاقي بعض الكتفات خلينا نروح الجيزة مع بعض ونشوف شوارع الجيزة احنا شايفين ان نسبيا فيه سيولة مرورية لكن شارع ترسى اللي موجود في الهرم هنلاقي فيه سيولة مرورية على غير العادة في التوقيت ده هتكمل معنا السيولة دي لغاية شارع خاتم المرسلين عند أكاديمية الفنون طبعا هتبتدي الكسفات تظهر وحتقل لأول ما بنوصل لغاية نهاية الشارع عند مسجد خاتم المرسلين ما بصينا بقى على شارع الهرم كما احنا عارفين انه هيبقى فيه كسفات مرورية بداية من محطة نصر الدين والغاية ميدان مدكور عايزين طبعا نعرف ونفكر حضراتكم ان الإدارة العامة لمرور الجيزة عملية غلق جزئي لشارع الهرم وده تنفيذ أعمال محطة المترو وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات ناخد بالنا ان فيه عملية غلق كولي كمان عند شارع السودان لمدة خمسة أيام هنتركب فيها الكمر الخرصاني في مشروع محور الفريق كمال عامر أعلى شارع السودان وده بالاتجاه القادم من منطقة كبري الخشب واتجاه شارع فيصل في الجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل وده من صباح اليوم السبت اللي جاي وفترة الغلق الكولي والأعمال هتبقى من الساعة 12 صباحا ولغاية الساعة 5 صباحا نتحول بقى لمحافظة الاليوبية وتحديدا شارع أحمد عربي في شبرى الخيمة فيه كسافات مرورية كبيرة جدا ممكن تكون وصل غاية تقاطع شارع الوحدة مع شارع الترعة البحرية زي ما احنا شايفين لو بعدها كملنا هتبتدي الكسافات تقل بشكل نسبي وبسيط لغاية ما بنوصل لشارع الترعة البولائية احنا شايفين فيه سيولة مرورية الأول ما نخلص الشارع وندخل عند شارع العاشر من رمضان احنا شايفين في بدايته كسافات نسبية بتبتدي تزيل بشكل كبير من منتصف الشارع وبتقل تدريجيا لغاية آخره عند الطريق أما بنشوف بقى الطريق الزراعي احنا شايفين سيولة كبيرة في الكسافات اللي موجودة بالقرب من الدائري وفعلا بنلاقي انها قلت خالص بعد افتتاح نازلة الدائري على الطريق الزراعي اللي جاي بقى من طريق شبرى بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة بيفضل ان هو ياخد محور الفريق العصار لغاية مصر الجديدة ومدينة مصر احنا نستم كاملين معاكم ودلوقتي وصلنا ببورسعيد وتحديدا شارع أجنا هنلاقي هناك سيولة طبعا زي ما احنا شايفين مرورية كبيرة لو كمنا لغاية شارع جمال عبد الناصر احنا شايفين كسافات نسبية بسيطة هتقل لغاية ما بنوصل لشارع 23 يوليو وهناك لو بصينا على طريق طرح البحر هو كمان احنا شايفين فيه سيولة مرورية ومن طرح البحر هندخل عند شارع الجمهورية احنا شايفين كسافات مرورية كبيرة هتكمل لغاية آخر الشارع لكن اجمالا المرور في بورسعيد ما فيهوش اي مشكلات كده مشاهدين هنكون استعرضنا مع حضراتكم جولة سريعة في المرور في مختلف المحافظات نرجع على طول لها دير ومفصفة نبتدي معاهم اتفضلوا شكرا جميل